الجهاز الهضمي لكلب السمك Digestive System of Cellurinus Canicula يبدأ الجهاز الهضمي بفتحة فم هلالية الشكل على السطح البطني وبه فكان ويحتوي على عدة صفوف من الأسنان يوجد لسان لا يمكن إخراجه خارج الفم على عكس البتروميزون يوجد غدد مخاطية في التجويف البلعومي تساعد إفرازاتها على مرور الطعام داخل القناة الهضمية جدار البلعوم به خمسة أزواج من الفتحات الخيشومية المريء ضيق له جدار عضلي المعدة عبارة عن أنبوبة ملتوية تتكون من جزئين فؤادي وبوابي والجزء البوابي أطول وأرفع ويتصل بالاثنى عشر تبدأ الأمعاء الدقيقة بالاثنى عشر وهو قصير تصب فيه إفرازات الكبد والبنكرياس عن طريق المجرى الكابدي البنكرياسي يلي الاثنى عشر اللفائفي وهو قصير ويحتوي على الصمام اللولبي سبايرل فالف كما في البيتروميزون لزيادة سطح الهضم وزيادة فترة الامتصاص وبعدها توجد الأمعاء الغليظة أو المستقيم والذي ينتهي بفتحة المزرق كلواكا وهي عبارة عن فتحة نهاية الجهاز الهضمي مع الجهاز البولي مع التناسلي يتصل بالمستقيم زائدة تشبه الإصبع تسمى غدة المستقيم ريكتل بلاند وتعمل على تنظيم نسبة الأملاح في الجسم ملحقات الجهاز الهضمي وتتمثل فيه الكبد يتكون من فصين توجد الحوصلة الصفراوية في الفص الأيسر تفتح بقناة صفراوية في الاثنى عشر البنكرياس وهما فصان ويفتح بالقناة البنكرياسية في الاثنى عشر التحال وهو غدة غير هاضمة تتصل بحافة الجزء الفؤادي والبوابي للمعدة ومعظمها على جزء البوابي تتصل بحافة الجزء الفؤادي تتصل بحافة الجزء الفؤادي تتصل بحافة الجزء الفؤادي تتصل بحافة الجزء الفؤادي